مرحبا، اليوم نحكي عن قرية موجودة في كندا تعداد سكانها تقريبا 4000-5000 نسمة فقط وبحاجة توظف ناس من جميع الجنسيات ومن جميع المهن وننصح متابعات الفيديو للنهاية لحتى يغطي كافة أسئلكم أو أي معوقات ممكن تواجهكم لتقدروا تتجاوزوها ولحن نشارك بعض أسئلة المشتركين معنا لحتى يستفاد الجميع من السؤال ومن الأجوبة الهدف من القناة مشاركة المعلومات المفيدة اللي درسناها قانونيا مش اللي عم نروح نترجمها من مواقع الحكومة ونشاركها مع الناس اللي بيقدر أي شخص يساوي هذه الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا استاذك يا فحالك طيب الله يسعدك ما عليش بلا برضو أبا استشيرك من ناحية تانية أنا لحين برضو بحث وشفت في اليوتيوب يعني الناس بتطلع بفيزة سياحة طيب أنا لحين فكرت يعني أنا أقدم فيزة سياحة هذه هي الفيزة تقديمها أولاين يعني وبشرح لك وطي لحين أنا مثلا أنا هنا في السعودية أخويا سعودي وأنا عندي أملاك مسجلة باسم أخويا يعني بإمكاني أنا أضيف الأملاك اللي مسجلة باسم أخويا وأضيف حساب أخويا البنكي في الملف وأقدم أو أخلي أخويا يقدم وأنا أكون مرافق له طبعا هو كفيل هنا في السعودية إننا رايحين سياحة هو يعني كل الأوراق عنده إن شاء الله كاملة وأنا عندي كاملة والمبلغ اللي مطلوب العشر ألاف دولار يعني متوفر وزيادة كمان الحمد لله فإنك إشرايك بالطريقة هذه إذا في شي ترشدني عليه أو تنصحني فيه بارك الله فيكم في مجهودك حبينا نشارك هذا السؤال الرائع من أحد مشتركينا لأنه هذا السؤال ممكن يساعد ناس كثير طبعا إذا كان في عندك كفيل وعلاقة جيدة وعمدين بزنس مع بعض ويكون عنكم فيه علاقة معينة بالشغل ممكن أنه تسافروا مع بعض وتحاولوا تقدموا مع بعض لكن هذا الموضوع يعتمد على عوامل كثيرة يعتمد على العوامل اللي عندك العوامل اللي عند الكفيل فيه أمور جدا حساسة بهذا الموضوع لحتى تساعد بزيادة فرصك للسفر مع شريكك لهيك في بعض الأوراق إذا مالا موجودة خلال عملية التقديم ما حيكون فيه علاقة بين هذول الشخصين ولح يرفض الطلب ولح يتاخد بعين الاعتبار وطبعا فيه معلومات كثيرة مالا مذكورة على المواقع الرسمية غير عند الأشخاص اللي عندهم خبرة بهذا المجال وبعد تحليل لحالة المشارك قررنا أنه ما نساعده بالتقديم السبب أنه هيخسر كل فلوسه وضعه بالسعودية غير صحيح غير مؤهل لأنه يقدم لهذه الفيزا بسبب انتهاء إقامته وهيك نسبة الرفض بتكون عالية وتقريبا 90% هيخسر فلوسه فالأفضل أنه ما يتقدم لأله حتى ما يخسر فلوسه ويضيع وقته لحتى يصحح وضعه وهلا خلينا نحكي عن هذه القرية هذه القرية موجودة بمقاطعة ماناتوبا التي تعداد سكانها تقريبا 1.400.000 نسمة ماناتوبا التي يحدى من الشرق أنتيريو ومن الغرب ساسكاتشون عاصمتها لمناتوبا هي وينيبيك طبعا ماناتوبا تكون أبرد بشوي من أنتيريو ولكن من الطبيعة سيكون فيها فرص أكتر من أنتيريو بسبب قلة عدد السكان التونة هي اسم القرية الموجودة جنوب العاصمة وينيبيك بالمقاطعة اللي اسمها ماناتوبا التونة تعداد سكانها تقريبا 4.000 ل 5.000 نسمة بعام 2022 وطالبين عدة مهن اللي يوظفوهم من كافة جنسيات العالم ولكن كمان فاتحين للجميع إذا ما كانت موظيفتك موجودة فيك تقدم السيفي تبعك لحتى يحاولوا يوظفوك وهلأ دعونا ندخل بالتفاصيل الأهم أول شيء لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه هذه الحكومة أو حكومة المدينة عندها موقع رسمي عم تحكي فيه أنه هي رحبت بكثير لاجئين ورحبت بكثير مهاجرين على مضي السنوات السابقة لهيك أنه عندهم خبرة بتوجيه المهاجرين والقامدمين الجدد بموضوع الأعمال بموضوع الوظائف بموضوع الدراسة بموضوع الطب ومواضيع أخرى لحتى يسهلوا إقامتهم بهذه القرية أو البلدة أول نصيحة قبل أن نقدم أي شيء من الحكومة هذه البلدة أو القرية يقولون لك أنه لا تقدم أكثر من ثلاث طلبات بنفس الوقت على سبيل المثال أنت عندك خبرة بالنجارة فيك تقدم مرة واحدة على النجارة عندك خبرة بالألمنيوم تقدم بالألمنيوم مثلا أنت مهندس أقدم مثلا بالمهندس يعني صار عندك ثلاث مهان أنك ممكن تلاقي الشغل فيهم بهذه البلدة يعني بدل ما يكون عندك فرصة واحدة للعمل صار عندك هلأ مضاعف لثلاث مرات وهذه أول بلدة أو قرية تعمل هذه الطريقة على سبيل المثال أنت قدمت مهندس أقدمت طبيب وأقدمت ممرض لكن بعد فترة حسيت أنك تسحب طلب الممرض وتقدم بداله مثلا النجار على سبيل المثال هذا مجرد مثال فيك تعمل هذا الشيء فيك أنك تلغي الطلب مثلا من أحد المهن وتستبله بمهن أخرى ولكن لازم يكون عندك خبرة بهذا الموضوع ليس أنه تعمل هذه الطريقة بطريقة عشوائية لازم يكون أقل شيء عندك خبرة بأحد هذول المهن يلي عم تذكرهم وهلا بتمنى التركيز أكتر لحتى نحكي عن التفاصيل الكتير مهمة أول شيء سنترك الروابط بصندوق الوصف وبأول تعليق للمواقع الرسمية وللينكات تبعات الشركات أول شركة طالبة موجود شيء اسمه يعني مجمع الآلات الزراعية له علاقة بالآلات الزراعية ثاني شيء ولدر اللحام كمان بالمزرعة كمان مطلوب شيء اسمه هذا الشيء اللي بيخلي الشخص أنه يعمل أمور الديهان بالمزرعة أو الأماكن اللي حوالين المزرعة فهذه شركة العلاقة بالمحاصيل الزراعية الآلات الزراعية وبشكل عام إنتاج وتصنيع المعدات الزراعية وهلا خلين ننتقل لأول شركة اللي كنا عم نحكي عنه هذه الشركة موجودة بألتونا موجودة بمقاطعة ماناتوبا حنشوف الوظائف اللي عندهم الكاريرز منروح الكاريرز ومنشوف الشي اللي حكينا عنه مثل ما حكينا موجود تحت موجود طبعا عدة وظائف هون لكن حكينا عن بعض منهم الأسامبلر اللي حكينا عنها الولدر اللحام والبينتر اللي هو العلاقة بالديهان طبعا هذي المواقع هنتركها كلها بصندوق الوصف هنحكي عنه الوظائف المطلوبة ولحنحكي كيف فيك تعمل حساب إذا ما كانت وظيفتك مطلوبة لحتى يساعدك تلاقي وظيفة ننتقل للشركة الثانية اللي مؤسسة تقريبا عام 1907 اسمه فريزنز ونروح على الكاريرز لحتى نشوف المهل اللي هن طالبينا ونحاول نلقي نظرة عليهم نشوف إذا وظيفتنا موجودة مثلا طبعا فيك تبعاتلهم إيميل وتسألهم ولكن عرضين وظائف مبدئية ممكن تتغير هذه الوظائف مثل ما حكينا بالسابق ممكن يعبوها هذه الوظائف ويكون هلأ عمي وظائف جديدة فإذا ما لقيت وظيفتك ممكن حتى أنك تتواصل معهم هذه الشركة عرضي عدة وظائف موجودينهم باللون الأبيل مثلا production support اللي هو العلاقة بدعم الإنتاج فهدولة بيكونوا حتى عمال ما نكتير يكون عندهم هذه الخبلة المطلوبة أو small equipment operator مشغل المعدات الصغيرة اللي بيعملوا لك عليها تدريب بعدين بيشغلوك عليها بيكون التدريب تقريبا خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع بعدين بيشغلوك عليها في بعض الأكويبمنت أو الماشينز أو الآلات الكبيرة طبعا بحاجة ترخيص لحتى أنك تشتغل عليها طبعا أنه بيوجهوك يفتح سرع لهذا الترخيص ننتقل لشركة الثالثة اللي اسمه Green Valley Equipment هذه كمان الشركة أو المؤسسة موجودة بألتونة بماناتوبا طبعا نروح على الكاريرز مثل ما تعودنا نضغط على الكاريرز على المهن ونضغط شوي ننزل التحت طبعا في عندهم عدة برانشز أو عندهم فروع في مدن أخرى مثلا بماناتوبا فينا نضغط على أي فروع ويأخذنا على موقع تبعهم الثاني لكن اللي موجودة بألتونة طبعا مثلا الشخص اللي عنده خبرة من المبيعات مثلا الشخص التقني اللي عنده خبرة بتصطيح الآلات الزراعية على سبيل المثال أو إذا ما لقيت وظيفتك وقالك علاقة بهذا المجال فيك تتغط على Contact Us التواصل معهم وتحاول تحب اسمك الأول اسمك الأخير الإيميل رقم التالي فون اللوكيشن وبتسألهم كمان إذا كانوا عم يوظفوا قبل ما تبعت السيفي تبعك طبعا حيراسلوك بقولوا لك إذا كانوا عم يوظفوا بعدين بتشارك السيفي تبعك معهم لمرة واحدة فقط وهلا حنحكي عن أقوى الشركات حاليا في كل هذه الشركات اللي اسمها Sun Valley هذه الشركة بتشتغل بعدة مجالات مشغلة ومالكة لعدة قطاعات بغرب كندا تمام فحننزلها تحت شوي ونشوف حتى نشرح لكم أكتر هي هذه الشركة مشغلة ومالكة لعدة بزنسات بوسترن كندا مثل ما حكينا بغرب كندا مثل الفود ستورز اللي هن البقالة الأمور الزراعية المراكز الزراعية فحيكون عنده وظائف مختلفة من روح على الكاريرز ومنشوف شو في عندهم مثلا خين نكتب هون Start your career يعني يبلش شغلك معنا حيكون عندهم وظائف كتير مختلفة وحيكون ما بده خبرة كتير لأنه وظائف بتكون بسيطة اللي بيشتغلوا بمثلا البقالة اللي بيشغلوا بأمور الزراعة بأحد البزنسات اللي هن بيمتلكوها فعلى سبيل المثال نضغط على كاريرز Start your career ننزل لتحت هون حاطين Application Form يعني Application لازم تعبيه لحتى يشوف إذا أنت مؤهل أو يتباصلوا معك من شان الانتربيو نفتح Application Form هلأ ونحكي عنه شوي مثل ما أنا شايفين حاطين الاسم الأخير الاسم الأول الاسم الثاني Resume Attached يعني أنت حتبعت السيفي تبعك طبعا نحنا حننصح أنه نبيع السيفي تبعك نحط نعم لازم يكون بالطريقة الكندية العنوان حط عنوانك إذا ما عندكم رمز بريدي لا تحطوا فيكتركم فاضي بعدين عميلولك هل أنت بشكل قانوني فيك تشتغل بكندا نقول لهم هلأ لا لأنه أنت أساسا ما لك موجود بكندا هل عندك أي سجل إجرامي نقول لهم لا عم يسألك إذا Preferred Work Location يعني المكان اللي أنت بتحب تشتغل فيه المكان المفضل مثلا بماناتوبا يعني المهنة اللي عم تقدم لها مثلا فينا نقول Food Handler شو يعني Food Handler لما شاص بيفتح الكاراتين وبيستخرج منها مثلا المعلبات وبيحطها على الرفوف بالبقالة مثلا Package Handler اللي بيحمل مثلا الكاراتين وبيحطهم مثلا بالمستوداء أو بيفرغهم هذي الوظائف ممكن يكونوا عم يوظفوا لهذا الشي لها علاقة مثلا بالبقالة أو كمان بنصح أنك تقرأ أكتر عن هذه الشركة وتحاول أنك تلاقي الوظيفة المناسبة لأنه معظم من الوظائف حتكون بظائف بسيطة بعدين عم يقلولك Salary Expectation يعني الراتب المتوقع كيف سمعت عنها فيك تقولون مثلا Online سمعت عنها الموقع هل أنت متواجد مثلا Weekends موجود بي أيام معينة هذي إذا أنت بتحب تشتغل كمان Extra حابب مثلا تشتغل مثلا بالشهر فقط أيام الأسبوع أو كمان العطل بتحب فول تايم بار تايم طبعا بنا نكون على الفول تايم بعدين نسألك إذا درست مثلا الـ Education إذا عندك أي كلية أو مثلا جامعة أو شهادة العلاقة بالبزنس أو شهادة مهنية في ناس تدربوا سنة أو ستة شهور فيك تذكرها هذا الشي أو معك فقط ثانوية High School بعدين بتحكي عن employment history إذا وين اشتغلت بالضبط بنفس هذه المجالات مثلا ببلدك مثلا اسم الشركة نوع هذه الشركة مثلا شو كنت عم تشتغل شو اسم المهنة مثلا مثل ما حكينا مثلا وبتحكي عن باقي التفاصيل هون نفس الشي عم تنذكر لأنه إذا كان عندك وظيفة أخرى بشركة أخرى ببلدك الأنفة بتعيدها مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو مثلا شركة واحدة فيك تذكرها وتتجال هدول الباقيين هدول الجدوان ما بيكون أي مشكلة يحكي عن شغلك أنه كان شغل جيد بعدين هم بتوقع الطلب وبترخوا وبتحفظه وبتطبعه وبترسلهم إياه على الإيميل خلينا نشوف الإيميل هون موجود أكيد موجود بالتواصل ومننزل لهم طبعا موجود هون الإيميل نبعث هذا ومنبعث ممكن يكونوا مثلا نوقفوا لمهن معينة يمكن فتحوا لمهن أخرى فلازم تكون على تواصل الشركات بأول تعليق وبصندوق الوصف كمان هنترك الرابط للموقع الرسمي لهذه البلدة لحتى تقدروا تشوفوا الموضوع بنفسكم وتحاولوا أنكم تلاقوا وظائف وحابين نذكركم من هذه الفيديوهات هيكون اسمها سلسلة الفيديوهات الذهبية لأنه متواجد فيها معلومات ما موجودة أونلاين متواجد فيها معلومات جدا قيمة وبناء على الخبرة تبعنا بمجال الهجرة ودراسة القانون لهيك ستكون سلسلة ذهبية ستساعد كتير الناس هلأ نحن على الموقع الرسمي لهذه البلدة نحن ننزل شوي تحت أما بالنسبة للناس اللي وظائفهم مالا موجودة على المواقع أو الشركات اللي حكينا عنها متل ما شايفين كاتبين بموقع البلدة لأنه المهارات اللي كانت عندك هي خيارية ولكن مثل ما حكينا الطريقة الكندية للسي في بعدين يعني ثلاثة أشخاص يشيدوا بالعمل تبعك اللي اشتغلته بالسابق بأحد الشركات ببلدك أو البلد اللي كنت مقيم في بعدين إذا ما عندك السي في الكندية لحنا عملنا فيديو فيك تشوف هذا الفيديو كامل على قناتنا الشركات اللي حكينا عنها أما عمل حساب على موقع البلد نفسه إذا ما كانت وظائفك موجودة لحتى هنه يساعدوك بإيجاد عمل وتحط أي مهنة انت موجود فيها من أي بلد لحن نطلع هون لفوق شوي ونشوف create a candidate profile هون بتضغط عليها وبتعمل حساب كامل هنه سيساعدوك بإيجاد عمل ويتواصلوا معك هيك انت تكون اختصرت طريق طويل لحتى انك ما انت تدور على شغل هنه هيدورو لك على شغل ويتواصل معك أما بالنسبة لتعبئة هذا الطلب ممكن نعمل فيديو تاني انه هذا الفيديو اصبح جدا طويل بعد ما نطلب منه كثير عن موضوع استراليا حكينا عن فيزة اللجوء لأستراليا وبعدين عبينا الطلب خطوة خطوة لجميع الناس فما لقينا اقبال كبير فيا ريت كنتم مهتمين انه نعملكم طريقة تعبئة هذا الطلب وترفع السيفي تبعكم لحتى اذا كانت بطيفتكم اي مهنة يدو يتواصلوا معكم ويوظفوكم فينا نعمل فيديو تاني يارك تتركونا بمكان التعليقات تعليق لحتى نعمل فيديو مساند لهذا الفيديو وهيك نكون انتهينا من اول فيديو من السلسلة الذهبية هنحاول نساعد قدر الامكان اذا كان عنكم اي تعليقات فيكم تركوهم مكان التعليقات او اي اقتراحات كمان فيكم تراسلونا عن الايميل لحنا لحد هلأ موجودين بعطلة الى